مساء الخير أعزائي مشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر موطني على شاشة قناة الحدث اليوم وقدمته لكم الدكتورة هيبة طلاحي النهاردة عايزين نتكلم شوية عن أضرار الشاشات شاشات التلفاز وشاشات الهواتف وعلاقتها وقصارها بالأضرار اللي بتحصل لأطفالنا من تأخر لغوي من حرمانديقي من توحد ليه كل ده بيحصل في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه ممكن نتيجة لسوء استخدام يعني ممكن مثلا الأم بتسيب الأولاد فترة أطول قدام الشاشات نتيجة طبعا لسرعة العصر لأنها وراها أشغال وراها يعني أمور كثيرة بتخليها أنها مضطرة تسيب الأولاد فترة أطول عن زمان طول عمرنا عايشين على الفوزير والمسلسلات وكنت ربين عليها ولكن كان فيه الساعة سبعة بنتلم فقط على المسلسل لكن حديثا سرعة الزمن وإن دايما خلاص الأمعات بتسيب الأطفال أمام الشاشات فترة أطول ممكن يكون دلق أحدث التأثير الخاطئ عايزين نتكلم النهاردة عن إيه الفرق بين التوحد والحرمان البيئي في السمات الرئيسي أو إمتى أعرف إن ابني بيعاني من حرمان البيئي أو من توحد والهدف الرئيسي والأساسي الأمراض اللي بتنتج عن استمرار الأطفال في مشاهدة الشاشات الترفاز أو شاشات الهواتف مع ضفتي العزيزة والجميلة اللي منوراني مشرفوني في حلقة اليوم الأخصائية إسراء محمود فوزي محمد أخصائية تخاطب وتنمية مهارات تمهيدي ماجستير في النمو والارتقاء بالطفل رحب بيك يا دكتور مروراني أهلا بحضرتك يا دكتوراهيب أهلا بحضرتك طيب في البداية يا دكتور عايزة أسألك موضوع الشاشات ليه كثر في العصر الحديث اللي إحنا فيه وما كانش موجود زماني إيه الأضرار اللي بتنتج عن شاشات التلفاز أو الهواتف أثارها على الأطفال هو قبل ما أبتدي إن أنا رد على حضرتك في السؤال أنا ليه رسالة عايزة أوسق يعني أوجهها للسادة المشاهدين طبعا المجال بتاعنا ده مجال خاص بالتوحد وإن الواحد بيبقى ملزم من فترة مثلا قياسية مع الأم إن هو لازم بمثلا فكرة إنه لازم فيه ضمير ده رقم واحد فكرة إنه أنا عندي رسالة لازم بوصلها الموضوع مش مادي لإني طبعا تلات ربع الأماكن دلوقت بيبقى الموضوع ربح زي ما كنا بتكلم مع حضرتك من شوية بيبقى فيه كمان مغالاة شوية فيه جدا قيمة السشن الخاصة بكل طفل جدا يعني بتروحي فيه أماكن بتبقى فيه أماكن كتير كمان بيبقى رقم خيالي يعني رقم أنا سمعت رقم خزعبالي من حضرتك من شوية بتقولي فيه جلسات بتوصل 600 جنيه و700 جنيه يعني لا حرام الموضوع قبل أي حاجة بيبقى مراعاة للضمير للأطفال الناس دي بتبقى طالحة يعني من أسر جياني مستنية من حضرتك يعني أمل أمل مستنية حط عليكي أمل طبعا الأمل في الله أولا بس طبعا يعني هنشوف فيديو كمان شوية دلوقتي فكرة إن الأب هو بيتكلم كان بعيط من أنت وصلتي بالطفل الحاجة فأهم حاجة عايزة أقولها للناس إن الموضوع مش ربح خصوصا لكل أخ الصائب يشتغل في المجال ده لازم نراعي ربنا الأول والفكرة مسألة ضمير في أنا ممكن يكون ابني كده وممكن يكون ابن حضرتك كده دي حاين أه لازم ناخد بنا من اللوقت والتشخيص كمان يا دكتور يعني أنا بلاحظ إن ممكن الولد يتشخص كذا نوع من أنواع الاضطرابات النمائية ولكن إن التشخيص الصادق للولد بيساعدنا في سرعة العلاج التشخيص دي أساس كل حاجة ليه لأن أنا لو شخصت غلط هبتدي غلط لكن التشخيص لازم يكون في محله فأتمنى إن كل أخ الصائب يراعي ضميره أولا في إنه طالما أنا ما عنديش خلفية يبقى أبعد بعيد عن انطق خصوصا دلوقتي في حاجات كتير ابتدت من الدولة إنها بتحط قواعد للمراكز بحيث يبقى فيه نوع من الضبط لإني طبعا موضوع التواحد والأمراض دي ظهر حديثا يعني عاشرة اتناشرة سنة للينا حاليا ببتدينا نعرف في المواضيع دي ومجهولة السبب يا دكتور يني أنا بحثت كتير أو في موضوع التواحد إيه السبب؟ هل مثلا بيبقى له علاقة بجين وراسي ولا ممكن يبقى مثلا حرمان بيئي الولد محطوط في ظروف مختلفة فخصل له تأخر احنا نرجع للسؤال الأولين لحضرتك كنت سألتي أضرار الشاشات في البداية الأضرار الشاشات يعني التليفون والتليفزيون دول كارثة من الكوارث يعني دلوقتي طبعا الأم في البيت بتسيب الطفلة قدام التليفون والتليفزيون عشان تشوف اللي وراها ده ما كانش موجود بقى على أيامنا زمان يعني على أيامنا أيامي وأيام حضرتك ما كانش موجود لكن دلوقتي التليفون بقى أساس في البيت تدوري على الطفل هو فين ماسك التليفون طبعا يعني فيه كمان عندنا فئة اللي هما كانوا أطفال تأسيس جائحة كورونا في الوقت ده اللي هما كانوا كيجي وان وكيجي تو ده الأساس بتاع التأسيس الطفل من أربع لست سنين ده بيبقى أساسه لو أنت حطتيه على الخيط الصحة في أني أنت بسنا فترة دي تأسيس ومذاكرة وتنمية مهارات الجزء اللي وراك هكذا الفترة دي طبعا الأطفال قعدت في البيت عايز أقول لحضرتك أنا عندي في المركز ما يقارب يعني عشرين خمسة وعشرين في المئة من الأطفال اللي هما في العمر فئة العمرية دي بسبب أن هما في الوقت ده كانوا مسكين التليفون أغلب الوقت فبالتالي التليفون بيسبب حاجات كتير جدا يا جماعة أنا رسلتي للأمهات كلهم لازم التليفون ده يعني يبقى بحدود لو حضرتك مش هتقدر أني أنت تحطي واحد اثنين ثلاثة لاستخدامة التليفون يبقى بلاش منه هو حضرتك بيعد كم ساعة التليفون آآ لا مش بيعد كتير أربع ساعات طب اليوم من العمر بساعة التليفون يعني ما نجي نحسبها ساعة التليفون تأخرها بيوم من العمر أنا شفت طبعا في فيديو حضرتك آآ يعني تم رصده لو معانا الفيديو الخاص بالولد اللي بيكل بالمعلقة والمعلقة فارغة موضوع صعب الولد مش مركز يعني والده بيديله أو والدته ما عرفش آآ المعلقة فارغة هو مش واخد بالهم من درجة اندماجه في الهاتف ده بداية الخطر بتيجي الأم عند ست شهور خمس شهور بداية ما الطبيب يعني يعني يقول لها انها تبتدي تأكد بيبي بتبتدي تستخدم التليفون كوسيل عشان يأكل ده بقى علشان يقدر يستقبل اكد ده بداية الخطر ده ناخد بالنا منه كويس جدا ما ينفعش التليفون تحت سن السنتين طبعا في 2019 منظمة الصحة العالمية نزلت تقرير ونصحت بيه كل الناس بان احنا لازم نوقف التليفونات تحت السنتين انا بقول لحد اربع سنين وخمس سنين يعني حتى ولو ساعة في اليوم لا ممكن نعمل حاجة حلوة بمعنى ان انا بحدد الفيديوهات او الالعاب مثلا اللي انا عايزة الطفل يلعبها وبلغي عنده مثلا الواي فاي بحيث ما يبقاش عنده فكرة اكتر انه هو يستدرك كمان الفيديوهات اللي هي السريعة اللي على الريلز والحاجات اللي زي كده دي بتسبب نوع من الفراغ للطفل هو اصلا المخ فاضي في المرحلة العمرية مثلا سي من سنتين فانا ببتدي بملة للمخ بفراغ مش بملة للمفروض يعني حاجة تكون مفيدة فلو مثلا لو خلينا هنص ساعة في اليوم عشان ما ينفصلش عن العالم التاني يبقى فهم ان فيه عالم موجود طيب يا دكتور لو قارننا وجوده انا شفته بعيني طفل طبيعي ما فيش حاجة ما عندهش اي نوع من انوال التربات النمئية وطفل مصاب مثلا نقول بسمات توحد ده قاعد على الموبايل فاكتسب انشوده اكتسب حروف اكتسب ارقام وبيرددها والتاني اكتسب انه بيعيد ويزيد في الفيديو مرارا وتكرارا ليه ده حصله كده وليه ده ما حصلهش كده تمام هو طبعا فكرة ان الطفل الطبيعي احنا ما اتكلمنا على الطفل النورمال فيه طفلين ممكن يكونوا نورمال لو انا حطتهم قدامي التلفزيون بتيجي الام تقول لي ايه طب ما هم اتنين اخوات فيهم واحد تتكلم من التلفزيون وفيهم واحد ما تتكلمش وتأخر الموضوع بيبقى ليه شقين شق ليه علاقة بالوراسة وشق ليه علاقة بالبيئة لو انا دلوقتي عندي حد عنده تاريخ مراضي بالسكر يعني والده والدته عندهم سكر بيأكل حلويات بشارة ايه اللي هيحصل؟ معرض اكيد للاصاب بيبقى بالاكثر يعني ان هو هتجي له سكر فبالتالي اه لازم يبقى فيه اه فكرة اني الوراسة اه والوراسة بتلعب دور مهم جدا فانا فيه واحد عنده استعداد وراسي لما بحطه قدامي التلفزيون بيبقى عنده استعداد وراسي فالوراسة والبيئة هيقتل ان هو يكون فيه مشكلة ده الفرق بين الاثنين اه يعني اه النورمال اما بالنسبة للتواحد دي قصة كبيرة تاني ما يعني احنا نتطرق لي اه بس هميز اسألك حل من خلال خبرتك في المجال اتعرض عليك هي حالة ما يقوس من علاجها او ايا كان الاعراض المرضية الخاصة بيها ولكن حضرتك قدرتي بقدرة ربنا طبعا وبمشيئته نعم بالله ان مع الجلسات التخاطب المستمرة وما الى ذلك تم شفاقها اه عندنا في حالة في المركز اه جات لنا هي زرعة كوقعة زرعة الكوقعة دي يعني الطفل هو مش بيسمع احنا طبعا معنا الفيديو في الكنترول لو جاهز ياريت نطلع طيب نطلع بس يا دكتور بالفيديو نشوف الفيديو ونرجعلكه تاني وزي ما شفنا عزائي مشاهدين في التقرير ما شاء الله ان فيه اختلاف يا دكتور قبل وبعد ان ما كانش فيه نطق خالص خلينا مع الحالة الاولى سارة تقريبا اه قولي لي ايه اللي كانوا الاعراض او التشخيص المبدئي المرضي وقولي لي ازاي تم التعامل مع الحالة هي سارة لما جات لنا ما كانش فيه كلام خالص لانها ما كانتش بتسمع فبالتالي ما فيش كلام اول مرة كانت سمعتنا للكلام كانت بترفرف بقديها جامد من كتر ما هي مش فا يعني ايه اللي انتو بتقولوه ده يعني الحمد لله بعد فترة يعني ممكن تكون سنة سنة الا انفصلت شوية كان عندها ظروف رجعت لنا تاني التقييم بتاع سارة كان جاي تقرير من طبيب انها صعبة تتكلم بحكم طبعا زراعة القوقع دي يعني سبحان الله هي ما بتسمعش فبالتالي الكلام بيكون صعب جدا بس الحمد لله الحمد لله طبعا مفضل ربنا الاول انا ما يقستش ما يقستش انا بفريق العمل معايا اه ابتدينا معاها خطوة بخطوة لحد ما باباها ما كانش مصدق يعني زي ما حضرتك شفتي في الفيديو المدة يا دكتور الفترة اللي بضلت في بتحول مع سارة بالجلسات كانت قدية يعني حوالي سنة لو الاجمالي خلص كانت سنة سنة لحد ما سلمتها زي ما شفت حضرتك الاحتفال اللي احنا تمنا اما بالنسبة لسلمة الحالة التانية دي كانت نورمال فاش اي مشكلة سلمة دي حالة تليفون بقى قد بتمسك التليفون عدد ساعات كتير ممكن توصل لثمان ساعات في اليوم فجانت النتيجة انها خمس سنين وما فيش كلام مش تواصل يعني كانت بتتكلم وحصن القطار لا 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 ما كانتش بتتكلم ما كانتش بتتكلم بس كانت بتمسك التليفون ثمان ساعات في اليوم ثمان ساعات ده يعني رقم خزعبالي بالنسبة انها تتأخر الساعة زي ما قلنا بيوم سيبيها بقى كده لحد خمس سنين كتيرة جدا طبعا طيب يا دكتور عايزة برضه اقول لحضرتك التشخيص المبدئي هل بيكون له علاقة مثلا هل تعملي اجراءات اختبارات عشان ترافي النوع الاضطراب بالنمائي عند الطفل ده مسلا تأخر لا غوي ده لا ده حرمان بيئي لا ممكن يكون ده توحد وليه للتشخيص الاول اللي بتجريه على اي بيش انت بيجيلي ايه طبعا طبعا لازم ما فيش حاجة اسمها ان انا ممكن اقيم طفل من غير تشخيص غير اختبار الزكاء غير اختبار الزكاء اختبار الزكاء ده بيحدد لي نسبة الزكاء او المشكلة فيه مثلا لا اي حد اختبار الزكاء ده ممكن نقيمه على الناس العاديين من سنتين لحاد سبعين سنة ده اللي هو بنية السورة الخمسة ده ما نفوش مشكلة اما التقييمات التانية لازم اختبار التوحد لازم فيه اختبار للتوحد بقيمه على الطفل عشان اعرف نسبته كان شديدة بسيطة مفيش اصلا بس بيظهر يعني مثلا الاخ الصقي طبعا بعد الخبرة مثلا بيبقى فيه سمات بتظهر على الطفل اه او صفات زي ايه مثلا رف رفا اه بيقف يحط ايديه على اودانه ويفضل يصوت اه بتلاقيه زوكاوي اه لازم بتبقى فيه على الاقل اتناشر صفات بتتجمع من الاتنين وعشرين صفات عشان اقدر اقول ان عنده لكن مبقاش الطفل عنده تواصل بصري كويس وبيتكلم معي وبيتفعل واقول ان انا اعمل له اختبار توحد وبرده يعني النقطة دي بتلعب فيها الخبرة انا ببقى شايفة هل هو محتاج او مش محتاج لكن التقييم ده بيتعمل للكل سواء اه تأخر لغوي اه اه مشكلة في التواصل البصري ايا كان بيتعمل تقييم مبدئي وبناءا عليه بحدد الاختبار اللي جاي ايه طيب انا فيه برضه نقطة مهمة جدا كده روادتني وحضرتك بتتكلمي طب لو طفل عادي وكان بيتكلم وفجأة حصله انقطاع لعدم الكلام او مواركبة الكلام ده ممكن نشخصه حرمان بيئي ولا توحد نتيجة للشاشات برضو او الهواتف لا 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 مالوش اي علاقة الحرمان البيئي ده نقطة والتوحد ده نقطة اما اللي كان بيتكلم تمام اللي كان بيتكلم وانقطع مرة واحدة ده ده يعني صعب تحصل نواه يبقى بيتكلم ويعني كلام عادي ويقطع خالص قصد حضرتك ميتكلمش خالص يعني اه حصلوا تأخر مسلا لا ده بيبقى اكيد تسعين في المياه سبب عضوي سبب عضوي ولا نفسي لا نفسي يحصل تقتاعه يحصل تقتاعه اه بتلاقي الطفلة مسلا لو فيه عنف عليه بيقع فيه اه اه مسلا مشكلة معاه في المدرسة فيه تنمر اه الام مسلا بتضغط عليه فيه تمييز جيه عليه طفل لو اتولد عليه طفل تاني فبيحصل مشكلة مع الطفل بتلاقيه فيه تقتاعه لكن ان القطاع ده في الغالب بيبقى عضوي يعني اما المتر رئيسية دكتور بين اه الحرمان البيئي والتوحد التوحد ده مرض بمعنى يعني موضوع كبير قوي احتى خلينا الاول في الحرمان البيئي ده بيبقى عبارة عن ايه يعني في اغلب الحالات اللي بتجيلنا مثلا بتبقى زي اللي مسافرين في الخارج زي الكويت او السعودية تقولك انا ضغطف للأول اللي ده تسعين في المياه من الحالات بتبقى كده ومفيش اي تواصل بيننا وبين اي حد انا مقيمة في البيت ووالده بيخرج للشغل وبيرجع تاني فاللي بيحصل ان الطفل مفيش اطفال تاني معا بيت عامل معاه وما بينزلش حضانة مفيش تفاعل من اي نوع فبيضطر يا اما التليفون يا اما امه مثلا الام مش بتتواصل معاه فبيحصل الحرمان هو مش فاهم البيئة يعني حضراتك لو قلت له مثلا خد مثلا المعلاقة وديها المطبخ ما يعرفش يعني ايه معلاقة يعني ايه مطبخ باني هو ما عندوش حصيلة لغوية فانا ببتدي بقى من النقطة دي بحط زي برنامج لي اه عشان يبقى عندو حصيلة لغوية بتسريب اللغة يعني بنخلي حصيلة الكلمات عندو قادر دي حاجة اسمها في مهارات مقبل التخاطب ايه مهارات مقبل التخاطب دي اللي بتبقى عبارة عن مهارات اللي هي تنمية المهارات بتاعته التركيب الفكل افعال الامر انه هو يبتدي يفهم فعل الامر قبل ما يتكلم يعني قبل ما خلي التفلي يتكلم لازم يبقى عندو خلفية او يبقى عندو حصيلة لغوية عشان يقدر يجمع منها اما التوحد ده ده موال كبير مش اي حد يشخصه اه برضو كانت بتجيدي حالات كتير ان فيه اخصائيات او اخصائيين بيشخصوا التوحد من غير اه اختبار ديش حاجة اسمها كده طب ممكن الشاشة تقدير التوحد اه طبعا او طبعا يعني عندي كان فيه في رعاين الهارية اللي عندنا رعاين الهارية دي بتبقى عبارة عن اه مسلا اربع ساعات او خمس ساعات انا بس تضيف فيهم الطفل عندي بيبقى ليه برامج خاصة الاطفال اللي هم زوي احتياجات مسلا زي التوحد كان عندي اتنين توقم ولد وبنت المخ سليم ما عندهمش مشكلة تمام يعني الدنيا تمام تمام مامتهم ثابتهم قدام التليفزيون مثلا بالخمس او ست ساعات عشان ما تشوف اللي وراها حصل نسبة التوحد بدرجة جديدة لدرجة ان هي كانت متخيلة طبعا زي مبتداول بقى في القرى او في الواجه ابلي لا استني هنتباح له الغراب مش عارف ايه فهي بناءة على هذا يعني عشان يساعدوه في انه ينطق دي اعتقادات بس هي مش حقيقية يعني هو الغراب هي يعني ايه انا شفت ما هذا يا دكتور شفت الحالة بالفعل على التيك توك بالفعل ودت بنتها المقابر ايوة عشان ده فاعتقادها ان البنت عليها حاجة وانها كده هتتكلم لأ والحالة اللي جاتلي دي بتقول لي انا ده بحتلهم غراب هم توقم تلع وقاكلوا وقايتلي او قاكلتهم قلتلي هتكلموا قالتلي لا عشان كده جيتلي جاتلي على كام على اربع سنين خلاص كان يعني المدة الزمنية المفروض ان فيه مهارات كتير احنا اصل اللي بيبقى عنده توحد فيه حاجة اسمها التدخل مبكر بيبقى من عمر الطفل لما بيجي لك في فترة مبكرة او فترة زمنية مبكرة ده بيساعدنا في ان احنا نتخطى العارض المرضي ده وانه هو يبدأ يكون طبيعي يعني ممكن طفل التوحد والنهاردة لو جهن مبكرا يبقى طفل نورمل ولا برضو هيكون فيه نسبة من القصور في اللغة والتواصل هو التوحد بقى درجات اما موضوع انه هو يبقى نورمل كتوحد لو المخ مش سليم هيبقى الموضوع صعب ليه لان عندي الاساس يعني الخلية بتاعت المخ اللي بتتدمر مش بترجع تاني فالتوحد بيبقى ليه اسباب كتير يعني مثلا بيبقى في بعض الاحيان جينات وراسية في استعداد وراسي بيبقى من التلفزيون وده بيبقى بيقى مكتسب زي الحالات اللي عندي اللي هما التوقم الاتنين اللي كانوا عندي اه ممكن يبقى مثلا اثناء الولادة حصل مشكلة اه ممكن يبقى فيه الام اصابت مثلا بمرض ما اثر عليه فقدى الموت بعض الخلايا بتاعت المخ فبالتالي بيظهر التوحد فبتبقى ليه اسباب كتير فانا ما اقدرش احدد النقطة دي بالزارة التدخل المبكر بيساعدنا في طبعا التشافي طبعا لا التشافي التام من من التوحد هو التوحد بس يا حضرتك بيبقى درجات وانواع كتير يعني في مثلا اه في اطفال التوحد عندنا بسم الله من شاء الله فيهم ناس بس اللي هما بيبقى المخ سليم بمعنى يعني اللي هو مثلا بيئة مكتسب ده انا بقدر اخرج منه حاجة يعني فيهم اطفال بتركب وبتعمل اشياء يعني ممكن تسمع شيء ممكن تسمع شيء يعني اعتقد ان برضو مخترع الكهرباء كان عنده توحد تمام كده فده ليس عائق ولكن الشفاء التام بالنسبة لبعض الحالات اللي هي الابنورمال فالموضوع بيبقى صعب طيب برضو بالنسبة للموضوع اختلاف اللغة يعني مثلا سمعنا برضو مؤخرا في السنوات الماضية ان التوحد ده بسبب بعض قنوات الاطفال نتيجة لاختلاف اللغة هما بيتكلموا بلغة غير لغتنا فلما تقعدوا اطفالكوا قدام الشاشيات هترهم اللغة الخاصة ببيئتكم الخاصة بمكانكم فهل ده صح اختلاف اللغة ممكن يعمل زبزبة عند الطريق يعمل زبزبة بس مش لدرجة التوحد التوحد زي ما قلنا بيبقى اساسه اه حرمان بيقي لاني دول شتام يعني انا عايز اوصل للسادة المشاهدين ان ده شت ده شت وده ده جزء تاني خالص اه لاني بيبقى فيه زيتا داخل ما بينهم لا الحرمان البيقي ده بيبقى علاجه سهل بمعنى احنا كاخصائين بنقدر عليه من الالف للياء لكن التوحد بيبقى جزء عميق من جوة ويعني تدخلاته كتيرة لكن الحرمان البيقي لأ بنوصل بيهم بنوصل بيهم يعني سلمة دي برضو شبه حرمان بيقي من التليفون طب قولي يا دكتور البورجرامر حظاك ممكن تتبعي مع طفل بيعاني من الحرمان البيقي لغاية لما توصليه زي ما بنقول كده اللي برد نجاح بتعميل له ايه اول ما بتستلم الطفل اول حاجة بنعملها لازم التقييم زي ما انا قلت لحضرتك لازم باخد والطفل من الالف للياء وبعدين بعرف الاسباب يعني لازم اسأل الام ايه اللي حصل معا اه بيقعد قدام التليفون كم ساعة بعرف التاريخ بتاعه من الولادة اه من الولادة للفطام للحاجات اللي تعرض لها يوصغير نقص الاكسوجين اثناء الولادة كافة شيء لازم يبقى عندي اه تقرير كامل عنه بحيث لو انا في اي وقت حبيه ترجع مثلا لاي تطور بيبقى عندي زي فايل خاص بكل طفل دي اول حاجة بنعملها معنا بعد كده بنحدد البرنامج ده بناء على اه الحاجات اللي انا اخدتها من الام والباحث اللي انا عملته بالزبط كافة شيء اه وفي الغالب موضوع الحرمان البيئي او التأخر بيبقى فيه نسبة وراسة بتلاقي ابن العم ابن الخال اصلي عمها مش عارف ما كانش بيتكلم اصلي هكذا فبتبقى برضو فيها تلاقي نسبة وراسة كتير وده اللي بنقوله الفرق بين لما بيعود اتنين قدام التليفزيون واحد تلاقي طفل بياخد من التليفزيون كلام وطفل تاني تلاقيه اه مش بيتكلم او بيتأثر بي. طبعا دكتور اسواء محمود فوزي محمد نورتين يا دكتور والله الوقت معك جري وما كان منش بقية الاسئلة طبعا محتاجين حلقة تانية لان كثير من الامهات محتاجة اجابات تشفي صدرهم بجد وتطمنهم على اولادهم. نورتين يا دكتور اسواء. اعزائي مشاهدين يا رب تكونوا استفدتوا بحلقتنا اليوم القاكم بكل خير في الخلقات المقبلة ان شاء الله. سلام عليكم.